اشتركوا في القناة بالتأكيد اليوم البعد الاقليمي والفاعل الاقليمي مؤثر جدا في العملية السياسية وفي المعادلة السياسية باعتبار لا زال النظام السياسي ما بعد الفئة الثلاث يرتكن إلى الفواعل الاقليمية والفواعل العربية أيضا والفواعل الدولية وذلك بسبب ضعف وهوان وعدم وجود فلسفة واضحة ورؤى حقيقية لدى معظم الكتل والأحزاب السياسية التي نشأت واستطاعت تتكون وتتبلور أفكارها حتى انصح التعبير الصبيانية والمستجدين في السياسة في ظل وجود هذا الفاعل فبالتأكيد الفاعل الاقليمي حاضر وجوده ومتواجد ومؤثر في العملية السياسية ولا سمع في الانتخابات المبكرة لأن لديه عدة تحديات في هذه الانتخابات باعتبار أن لازال السيد معتز لك العلاقات العراق بمحيطه الأقليمي العربي حتى الدولي بدأت بالتحسن أخذت منحة آخر عن سابقاتها في فترة هذه الحكومة هذا الأمر هل سيغير من هذا النفوذ؟ للأسف هذه المقاربة اللي جاء بها السيد الكاظمي نعم اتفق معك نوعا ما جاء ذهبي إلى الخارج من أجل معالجة الداخل وبدأ يرتكن وبدأ يدون نوعا ما علقا القضايا والأزمات الداخلية وهذا بسبب ضعف التعاطي مع الداخل ولكن هذه الحالة وهذا المقاربة من وجهة نظر السيد الكاظمي اللي التمسناها خلال هذه الحكومة الموقتة أعتقد شكل ضعف أمام المفاوضة العراقية في التعامل مع الخارج لأن الخارج ليس هي جمعية خيرية ولا هو بناء مؤسسات هناك عطاء هناك مكاسب هناك نفوذ هناك تنازلات هناك نوع من التكاليف تستطيع أن تتحمل الحكومة العراقية من أجل جلب التعيد أو المصالح وما لذلك هذا الإشكالي وهذا المقاربة أعتقد جديدة فقط في ضل حكومة السيد الكاظمي نجحت نوعا ما باستغطاب بعض الدول ولكن نجحت إعلاميا لن ننتمس على أرض الواقع أي شيء سواء في قمة الدول الثلاثة بين مصر والعراق وأردن أو في قمة دول الجوار العراق التي حدثت قبل بضعة أيام بضعة أسابيع فبالتالي لا زال لم نرتمس هذه الأمور ولم نتمس هذه التحركات سواء لدينا أيضا اليوم إشكالية أخرى هي تحديات تتعلق في ثقة المواطن في تعامل الحكومة والرسائل التي تريد أن تتوصلها الحكومة إلى المواطن من أجل التدخل والاندفاع إلى عملية الانتخابات من أجل حصول على نسبة تصويت أو التغيير مثل ما ينشد عليه حكومة السيد الكاظمي وهذا أعتقد أمر ضعيف جدا باعتبار أن لا زال المواطن الأراقي لديه تحديات سواء في المال السياسي أو في السلاح المنفلت إضافة إلى إشكاليات فنية في المفوضية الانتخابات فبالتالي بالعودة إلى العلاقات من أجل ضد أو رص صفوف الداخل أو مباركة الانتخابات المبكرة نحن رأينا لدينا تجربة 2018 وهذه مصيبة في تاريخ النظام السياسي العراقي ما بدأ في الثلاث لما شادته من تزيير وعمليات أخرى رأينا مباركة فبالتالي الخارج لا يستطيع أن يعالج الداخل فعلى حكومة السيد الكاظمي أن يرتب ويعيد ترتيب أوراق الداخلية وعندما يذهب بالخارج يذهب بنتائج نستطيع أن تبارك لها الخارج ولكن هنا هذه الفلسفة التي جاء بها السيد الكاظمي المقاربة أعتقد تحتاج إلى رص صفوف الداخل ضبط إيقاع العملية السياسية في الداخل الجلوس مع الفرقاء السياسيين التناحر السياسي لا يصبح في مصلحة العراق العليا خلق رؤى حقيقية وإستراتيجية للتعامل طويلة الأمد بناء مؤسسات تراتبية للتعامل مع الخارج هذا ما يضعف تحركات السيد الكاظمي حتى توضح أكثر للمشاهد عندما نتحدث عن النفوذ الخارجي أو الإرادة الخارجية فيما يخص ملف الانتخابات نتحدث عن تدخلاتها ونفوذها في عملية الانتخاب نفسها لو في عملية تشكيل الحكومة التي تلي عملية الانتخابات استاذ علي الشقة الأول هو أن الحكومة العراقية اليوم أغلب الأحزاب السياسية لديها أجندات خارجية وهذا واضح للعيان وواضح لجميع العراقين وجميع الدول الإقليمية والدول العربية هذا نقطة أولى النقطة الثانية الدول لا تتدخل في الانتخابات بشكل مباشر وإنما خلقت بعض الأحزاب السياسية والكتلة السياسية للضغط والحصول وهذا ما يسمى توظيف المال السياسي وعدم وتقافل أصلا حتى البرلمان تقافل عن موضوع تنظيم أو قانون الأحزاب السياسية المال السياسي من عين لك هذا فبالتالي هناك تدخل غير مباشر عن طريق تمويل الكتلة السياسية عن طريق إجراء بعض المناورات السياسية وبالمال السياسي نستطيع حتى لا يمكن أن تكون هناك رغبة لدى المواطن العراقي بإحداث اليوم تقيل فبالتالي الداخل الخارج يتحكم بنظامين أو بشكلين الشكل الأول هو دعم الأحزاب السياسية التي ليس لها ولاء وطني والشكل الثاني هو يتدخل في ما بعد الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة نحن رأينا في انتخابات 2018 أن إجراء انتخابات 2018 وتشكيل الحكومة العراقية أوصلت إلى دماء وقتل ثوار وشهداء تشرين فبالتالي أصبحت لدي مدخلات ومخرجات مدخلات تزوير 2018 خرج عندي شهداء وقتل وثوار وما إلى ذلك من انتفاضة وثورات شعبية هذا النقطة النقطة الثانية عندما يتدخل الدول الأقليمية والدول العربية وجميع الدول خارج العراق والأجندات الخارجية تتعثر في تشكيل الحكومة وهذا ما رأينا أيضا بشكل واضح داخلت لمدة أكثر من ستة أشهر تشكيل الحكومة 2016 اليوم الإشكالية في الانتخابات المبكرة أيضا هي كيفية تشكيل الحكومة إذا ما حدثت انتخابات سوف نجعل أو هناك تعتقد حضرتك بأنه فيما يخص النفوذ الخارجي طبعا المخرجات عام 2018 انتخابات 2018 فيما يخص الإرادة الخارجية راح تكون شبيهة بمخرجات التدخلات الخارجية في الانتخابات المقبلة في تشرين بالنظر إلى المتغيرات الموجودة نحن أمام حكومة جديدة في إيران أمام متغيرات فيما يخص علاقة العراق بمحيطة سعودية مصر أردن ملفات تعاون اقتصادية وسياسية وأمنية أيضا السيد علي هناك متغير كبير جدا هو متغير الشعب العراقي بدأ يراقب وعى عملية ودهاليز اللعبة السياسية التي يقوم بها الطبقة السياسية كان الشعب العراقي جاءتنا ترى ثورة تشرين جاءت منظومة فكرية جديدة متجددة بدأت انهارت جميع ما بنية من مؤسسات محاصصة طائفية ومذهبية وعنصرية وما إلى ذلك إذن مخرجات تشرين وثورة تشرين والمنظومة التي خلقت وبدأت تعبى للشعب العراقي باعتبار أن مصلحة العراق هي العلية مصلحة العراق هي الأولة بالنسبة للشعب العراقي جعل لدى الطبقة السياسية هناك مراقب شديد التربص فيما يتعلق بالعملية السياسية فبالتالي النظام السياسي والطبقة السياسية وعد وأدركت ويجب أن تعمل وفق هذا المفهوم بأن هناك مراقب والانتخابات المبكرة حتى لما كانت هناك بعض الأحزاب السياسية ترفض عمية إجراء الانتخابات المبكرة لأنها لا تريد أن تكون هناك سنة لأن الدستور لم ينص على وجود انتخابات مبكرة ولكن مخرجات ودماء الثوار في تشرين فرضت على الحكومة إجراء انتخابات مبكرة فبالتالي هذه السنة كانت تخشى عليها النظام السياسي وغلب المتسلطين والمتزمتين في الرؤى السياسية داخل المنظومة السياسية رغم بعد 2003 رأوا بأن هناك مراقب قوي وشديد ويتربص بالعملية السياسية هو الشعب